موسيقى مشاهدين الكرام مهلا بكم سجلت الخلاصة الأولية لنجنة الاستطلاع لبناء الواقع التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إثر الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم النظور وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين يتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان أي النهار والمكان أي المعبر وليس السياج والأسلوب أي الاقتحام بدل التسلق والمكون جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة لبسط أبرز الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع لبناء الواقع يسرنا أن يحل معنا ضيفا هذا المساء المحلل السياسي عبدالفتاح نعوم دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا سيوسف شكرا جزيلا إذن بداية كيف تقرؤون الخلاصات الأولية الواردة في تقرير لجنة الاستطلاع التي أحدثها المجلس الوطني الحقوق الإنسان هي معطيات ناجمة عن تحقيق وتحقيق مباشر وعياني ونبنى على منهجية الإنساط المحكم وأكيد أنه كانت فيها روعية فيها مجموعة من الاعتبارات بحيث أنه تم الاستماع من أكثر من طرف لنفس الأشخاص الذين تم اعتقالهم وبالتالي فكانت الخلاصات عبارة عن معطيات تقنية تؤكد الفرضيات التي أكدنا عليها منذ البداية أنه طبيعة كل من يدرس من يتبع ظاهرة الهجرة من يتابعها يعرف أنه المسألة لا تتعلق بنفس ظاهرة الهجرة العفوية التي عرفناها في السابق كان نشاط إنساني عفوي لا يخضع لأي تنظيم معين بمعنى الأشخاص الذين يقومون بعمليات الاقتحام في السابق أو عمليات الاجتياز أو العبور أو يعني يسميها ما شيء بغض النظر عن الاختلاف بين تسميات كانت تتم بنفس الطريقة التي يتحرك بها المجتمع النمل يعني بشكل عفوي معلومات بسيطة تتقاطر بين الأشخاص ثم تحدث العمليات بشكل عفوي لكن الآن الأمر مختلف تماما هذا عمل منظم إضافة إلى النوع عمل عدواني يعني يستعمل فيه العنف وستعمل فيه الإجرام وستعمل فيه القابلية الإجرام أو الحس الإجرامي وبنية مبيتة يعني الأشخاص أو أفراد المجهزين إضافة أو مسلحين إضافة إلى أنه هناك مكون واحد كما يقول التقرير وهو أنه مكون يعني جنس واحد أو عرق واحد إضافة إلى أنه لا يوجد بينهم لا أطفال ولا نساء ولا قاصرين كما هو العادة كما هو معروف عند جميع المهجرين لنا المرشحين للهجرة الغير النظامية دائما يكونون من أعمار مختلفة ومن جنسيات مختلفة بل ويكون بينهم حتى عناصر أخرى وحيانا يكون بينهم يعني من جنوب الصحراء وأصلا ويكون بينهم حتى عناصر أخرى من دول حتى من غرب إفريقيا يعني من أماكن مختلفة هؤلاء جاءوا من مكان واحد من جهة واحدة هذا الهجوم المباغط أيضا الذي يرقز عليه التقرير هو الذي يحيل إلى أكثر من دلالة لأنه في الحقيقة كان هناك عمل منظم وكأنه يبدو أنه لا يوجد أي شيء أو لا يوجد أي أشخاص يريدون الاقتحام وفجأة العدد الضخم ألفين شخص تجمعوا في مكان واحد أكيد هؤلاء الأشخاص كانت وراءهم غرفة عمليات وكانت هناك ساعة سفر وكانت هناك خرائط مضبوطة وكانت هناك تنسيقات ومجموعات وأشخاص يقومون بمهام ضباط ارتباط بين مجموعات معينة عمل منظم في الحقيقة لا يمكن لأي ظاهرة إلا أن نسمعها نزلاق أو نزياح حالتها في ظاهرة الجنة ومدججين أيضا بالمعصي هذا التغير دكتور هذا التغير الناشي والجدري في طبيعة عبور المهاجرين من الناظر إلى مليليا والذي اتسم بالهجوم المباغذ والمحكمة التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمن يعني بالنهار كانت تتم بالليل عادة محاولات التسلل والمكان المعبر وليس السياج والأسلوب الاقتحام بدل التسلق تسلس السياج والمكون من جنسية غالبية من الجنسية الواحدة ما هي المخاطر والتحديات التي يطرحها هذا التغير الناشئ الذي أشارت إليه إلى جنتال استطلاع والخطر الحقيقي يعني مثلا لو كان هؤلاء الأشخاص نظموا أنفسهم بأنفسهم مثلا قاموا بأنفسهم فلنفترض أنهم نظموا أنفسهم بأنفسهم ووصلوا إلى تحقيق النتائج كان الأمر ليكون مختلفا يعني في النهاية كان سيكون الأمر متعلق بتكتيك قام به المهاجرون من أجل تسهيل عملية العبور يعني هدفهم في النهاية هو الهجرة وقاموا بهذه السلوكات مخالفة للقانون وحقيقة الهجرة الغير نظامية هي بالأساس مخالفة للقانون لكن هذا كحديثنا عن الحرب وعن جرائم الحرب يعني القيام بهذه السلوكات لو كان نابعا من رغبة داتية للمهاجرين لكن الخطورة الأمر هو أن الأمر مرتبط بشبكات شبكات تتاجر في أحلام وفي أمال وفي مآسي هؤلاء المهاجرين أو المرشحين اللي جران إلى غير النظامية ثم تتاجر في نزاعاتهم العنفية تتاجر في نزاعات عنفية لأفراد معينين يعني انتقت أشخاص معينين لديهم ماضي عنفي أو لديهم نزاعات عنفية وقامت بتنظيمهم بطريقة معينة والأخطر من ذلك يعني حتى لو كان الأمر مرتبط بشبكات تجارب البشر يعني جريمة منظمة جريمة الدافع إليها فقط هو الجني المال لكان الأمر يمكن معالجته في هذا الصياق أو في هذا الإطار لكن الأمر أخطر حتى من هذا خطورة يعني يعني ثلاث درجات من الخطورة الدرجة الثالثة من الخطورة هو أن الأمر متعلق بدولة هناك دولة هناك جهة معينة تستخدم شبكات التجارب البشر وهذه الشبكات التجارب البشر تستخدم المهاجرين والمهاجرين يستخدمون أساليب غير قانونية وعنفية وإجرامية للمس بالقوات الأمنية المغربية وأيضا لإسبانيا حالة عبورين المشكل الخطير في الأمر هو أنه التداخل بين هذه الثلاث مستويات من الخطورة تجعلنا أمام تحول حقيقي ليس مرتبطا بانزياح وانزلاق في ظاهرة الهجرة فقط بل انزياح وانزلاق في رؤية وفي تصرف وفي سلوك دولة اعتقدت طويلا ولمدة طويلة وراهنت على أنه المغربي يستعمل ورقة الهجرة في علاقته مع الإسبان وهذا كان تصورا خاطئا الإسبان يوفندونه الأوروبيون يوفندونه الواقع توفنده فحاولوا أن يفعلوا نفس الشيء الذي اعتقدوه خطأا من عند أنفسهم حاولوا أن يستخدموه في الفترة التي باتت العلاقات الأوروبية والإسبانية مع المغرب جيدة فأرادوا أن يقوموا بنسفها بهذه الطرق أو رفع العصة في وجه الأوروبيين الذين يقولون لا تترقون على الهامش لا تترقون كالأيتام على القصعة لأنه الآن أنتم قمتم بتشبيك العلاقة مع المغرب بتطويرها بالدهب بعيدا مع المغرب في علاقة استراتيجية نحن الخسرون وإجابتنا هي الفوضى والمزيد من الفوضى والإجرام والمزيد من الإجرام وأعتقد أنه ليس بعيدا أصابع الاتهام تشير إلى الجزائر لأنه هذا أسلوبها أسلوبها هذا يعني معهود ومعتاد ليس أول مرة تقوم بهذا الأسلوب على هذه الشكلة قامت به في الداخل الجزائري كثيرا قامت به في مالي قامت به حتى على مستوى العلاقتها بموضوع الهجرة في أكثر من مرة طردت 350 ألف مغربي في العام 1975 التي سميت بالمسيرة السوداء نكاية في المسيرة الخضراء قامت به حينما طردت المهاجرين السوريين ورمتهم على قارعة الطريقة للحدود هذا ليس جديدا استخدام حكام الجزائر لظاهرة هجرة معروف جدا وأعتقد أنه الآن أصبح الأمر يدق ناقص خطر بالنسبة للأوروبيين في علاقتهم بالجزائر يعني حتى ربما السياق الذي حدثت فيه هذه الأحداث المؤلمة تأتي بعد الانتعاشة واستعادة العلاقة بين إسبانيا وبين المغرب دكتور هذه الخلاصات الأولية التي خرجت بها لجنة الاستطلاع التابعة لمجلس الوطني حقوق الإنسان كيف تؤكد مرة أخرى يعني المسؤولية المشتركة في تدبير ملف شائك كملف الهجرة؟ هو أولا قبل أن تخرج هذه الخلاصات كان هناك اجدماع مهم جدا لوزيري داخلية المغرب وإسبانيا ومعهما وزير داخلية التحاد الأوروبي يعني مفوضية التحاد الأوروبي الشئون الداخلية هي تعديل وزارة داخلية التحاد الأوروبي بأكمله وقبل هذا تقريبا بيوم كان هناك قرار لمجلس أوروبا يتعلق بإعادة التوطين بمعنى إعادة ضبط الخريطة الديمغرافية لانتشار المهاجرين في القارة الأوروبية أعتقد أنه هذه التحولات وهذا التململ للاتحاد الأوروبي بأكمله حول أو تجاه ظاهرة هجرة يجعله يقاربها من زاوية مختلفة بالنظر إلى مجموعة من التحديات القاضية مع المحق التي ترتبط باختلاط الهجرة بمجموعة من المخاطر الأمنية الأخرى لأن الهجرة ليست مشكلة في حديثتها بقدر ما هي مرتبطة بمشاكل أخرى الآن هذه الخلاصات التي قدمها المجلس الوطني الحقوق لإنسان بعد هذا التقرير تتماشى وتتناغم مع هذا التوجه الأوروبي الإسباني مع المغرب وتتناغم وتتماشى وتتساوق مع ما يلح الآن على أجندة السياسة الدولية والسياسة الإقليمية تجاه ظاهرة الهجرة بشكل عام أعتقد أنه الرؤية المغربية الآن التي لطالما طرحها المغربية التي تنظر إلى المسألة التي تجرى بشكل شمولي ينظر إلى المشاكل وإلى المسائل في منابئها ينبغي تشوف المنابئ الحقيقية لهذه المشاكل وفي مقدمة الهجرة أعتقد أنه الآن الأوروبيون يقتربون أكثر وهذا التقرير خادم لهذا التوجه الدكتور رابد الفتاح نعوماً لمحلل السياسي شكراً جزيلاً لك على حضورك معنا مرحباً سيوسف شكراً جزيلاً أما أنتم مشاهدين الكرام فنعود ونلتقي بعد لحظات في موعدين الإخبارين جديدة هذه تحية لكم أينما كنتم السلام عليكم